اشتركوا في القناة وحسب إرادة الله اللي أعلنها لنا في سفر التكوين في إنشاء أو الأسرة من سفر التكوين إصحاح واحد آية 28 لما يقول ربنا كده في هذا السفر الجميل وباركهم الله وباركهم الله وقال اثمروا واكثروا واملقوا الأرض واخدعوها وكمل بقية التسلط بتاع الإنسان على الأرض ولكن نقف عند مفهوم باركهم الله باركهم الله إشارة إلى أن الأسرة التي تبحث عن النجاح لازم يكون بركة ربنا في حياتهم وبدون بركة ربنا كيف يكون لهم نجاح شيء مش غير مدرك باركهم الله هنا إعلان إلهي إن كل أسرة تحتاج إن بركة ربنا تبقى في حياتها في حياتها الشخصية في حياتهم المشتركة في بيتهم في معاملاتهم في ولادهم في أشغالهم في مشاريعهم في أفكارهم في علاقتهم بالمجتمع علاقتهم بالأهل علاقتهم بكل من حولهم فتكون بركة الله هي التي تقود الأسرة بركة الله علشان نشعر بيها ومفهومها في حياتنا بيظهر في السعي المشترك بين أطراف الأسرة لتحقيق إرادة الله يبقى كل إنسان قبل ما بيعمل حاجة في حياته بيسأل نفسه هل ده يتوافق مع إرادة الله ولا والطرفين يعملوا كده والأطراف كلها في الأسرة تصنع هذا ويبقى ده المبدأ بتاعنا هل نحن بنعيش ببركة ربنا واللي بنعمله ده يبركوا ربنا ولا ما يبركوش سؤال بسيط لو الإنسان سأله في كل الموقف في حياته هيعرف كويس قوي يتصرف زي بركة ربنا عندما يكون فيه بذل مشترك من أجل النجاح المشترك كل نجاح لطرف ونجاح للطرف الآخر والبذل المشترك بيثمر فينا فرح وشركة ونجاح أيضا البركة عندما تكون حياتنا الروحية أيضا مشتركة عندما يكون كل طرف بيهتم بخلاص نفس الطرف الآخر فيصير الأب مسؤول عن خلاص نفس زوجته وأولاده والزوجة مهتمة بخلاص نفس زوجها وأولادها والأولاد يتعلموا هذا ويهتموا بخلاص نفسهم أيضا بركة في حياتنا البركة أيضا تكون في السعي لأن كل واحد يسامح الآخر إزاي هنبقى مباركين من ربنا إذا ما كانش عندنا تسامح بعضين البعض الأسرة المسيحية تقوم على التسامح المستمر المصحوب بمحبة ومصحوب أيضا بسعي لتقريب الأفكار والمبادئ والحياة كلها نمشي في طريق واحد البركة ربنا في حياتنا تكون من خلال المحبة المتبادلة الخالية من الأنانية المحبة الحقيقية بصفتها ودي ممكن ندرس فيها لوحدها ولكن مبدأ المحبة الخالية من الأنانية مبدأ أساسي لنشعر ببركة ربنا في حياتنا ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم بحياة مقدسة وللهنا المجد دائما أبدا أمين ونشوفكم مع الخير